السلام عليكم مدارس الوطن العربي مادة التاريخ رح اليوم نعطي اول درس من الوحدة الثانية لهذا الفصل تاريخ الاندلس وحضارتها الدرس الاول منها الفتحة الاسلامية للاندلس للصف الثامن رح نتعرف اول اشي على موقع وتسمية الاندلس تقع الاندلس او شبئ الجزيرة الايبيرية اللي هي اسبانيا والبرتغال وهو اسم اطلقه المسلمين على الاندلس تقع في الجزء الجنوبي الغربي من القارة الاوروبية ويحدها من الشمال والغرب المحيط الاطلسي وجبال الالب التي تفصلها عن فرنسا من الجنوب مضيق جبال طارق ومن الشرق والجنوب البحر الابيض المتوسط ما هي الدول التي تتألف منها شبه جزيرة الاندلس في الوقت الحاضر اسبانيا والبرتغال ما هو الاسم الذي اطلق على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي قديما المحيط الاطلسي اطلق عليه بحر الظلمات والبحر الأويض المتوسط اطلق عليه بحر الروم هلأ مراحل فتح الأندلس بدأت الفتحات الإسلامية للأندلس في عد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ووالي على إفريقيا موسى بن النصير لكن قبل ما نتعرف على هاي المراحل رح نتعرف على الإسباب اللي دفعتهم إلى فتح الأندلس نشر الدين الإسلامي تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأندلس ثلاثة حماية حدود بلاد المسلمين من خطر البزنطينيين وأربعة تسجيع جوليان حاكم مدينة سبتة المسلمين على فتح الأندلس مرة فتح الأندلس بعدة حملات أول حملة كانت حملة طريف بن مالك الهدف من هاي الحملة طبعا طريف بن مالك هو إحدى كبار قادة موسى بن نصير اللي هو والي إفريقيا الهدف من هاي الحملة أنا كانت حملة استطلاعية تهدف إلى معرفة الأوضاع في شبه الجزيرة الأندلس وإنها عمل على شن سلسلة من الغارات السريعة على ساحل الأندلس فلم تجد القوات أي مقاومة لكن أظهرت هاي الحملة ضعف الحاميات القوطية في الأندلس ومهد ذلك لعملية فتح الأندلس بشكل عسكري فيما بعد ما هم شو هي الحاميات القوطية أو ما هم القوت هم قبائل جرمانية جرمانية نسبة للغتهم كانت لغتهم جرمانية قدموا من شبال أوروبا تجاه فرنسا وأسسوا مملكة جنوب غرب فرنسا وتوسعوا في شبه الجزيرة الآيبيرية ثاني حملة حملة طارق بن زياد الهدف من هاي الحملة أنه نجاح حملة طريف بن مالك أدت إلى قيام موسى بن نصير والي إفريقا بجهيز حملة بقيادة طارق بن زياد لفتح الأندلس فعبر طارق بن زياد من ميناء سبتة إلى ساحل الأندلس ونزل بالجيش إلى أن وصل جبل كالبي وهو جبل طارق الآن ليش سمي بجبل طارق؟ نسبة إلى مرور طارق بن زياد من هذا الميناء أو هذا المضيق فسمي نسبة لا اسم طارق بن زياد من هو طارق بن زياد؟ هو قائد عسكري مسلم قاضى الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الآيبيرية وهو من البربر الذين اعتنقوا الإسلام أثناء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب العربي ننتعرف على كيف استطاع طارق بن زياد أو شو نتائج الحملة اللي قام بها طارق بن زياد واحد أنه قضى على الحامية القوتية ثم استولى على حسن قرطاجة وفتح الجزيرة الخضراء لكن علم رذ ريق إحدى كبار قادة القوت بقدوم جيش المسلمين فقام بإعداد جيش إلو لملاقات جيش طارق بن زياد ودارت معركة هناك أسموها بمعركة وادي لكا في رمضان كانت في عام 711 ميلادي نتائج هاي المعركة انتصار جيش المسلمين واستيلهم على مدن قرطبة وغرناطا وطولي هلا رح نتعرف على الحملة الثالثة اللي تم فيها إتمام فتح الأندلس حملة موسى بن نصير وهو والي إفريقيا بعد إتمام فتح الأندلس عبر القائد موسى بن نصير مضيق جبل طارق على رأس جيش كبير لمساعدة طارق بن زياد بخلال حملته صار حتى وصل بالقرب من الجزيرة الخضراء وعرف المكان الذي مر منه موسى بن نصير بمرسى موسى وبدأت الفتحات في الاتجاه الشمالي الغربي وصل إلى مدينة طالبيريا وهناك التقى مع القائد طارق بن زياد وشكل معا قوة عسكرية واحدة وتمكنها من فتح سرقست ثم تقدما شمالا حتى أصبحت جميع المدن الأندلسية تسقط الواحدة تلوء الأخرى بأيدي المسلمين بعد ما تم فتح مدينة الأندلس انتقل إلى موسى بن نصير إلى أشبيليا واستقر فيها وبدأ ينظم الأمور الإدارية والعسكرية وعين ابنه عبد العزيز والي على الأندلس واتخذ أشبيليا عاصمة له ووزع الجنود على الثغور من أجل حمايتها والدفاع عنها من الأخطار الخارجية هذه الفقرة تحكي عن أعمال موسى بن نصير عندما انتقل إلى أشبيليا عمل عدة أمور هلأ اتكلمنا عنها الآن بدنا نتعرف على معركة بلاط الشهداء أو تورا أو بواتيا التي عرفت عند الفرنجة بذلك الاسم السبب معركة بلاط الشهداء هي أن توجهت أنظار المسلمين بعد فتح الأندلس لنشر الإسلام في قلب القرى الأوروبية بقيادة السمح بن مالك الخولاني ووصل المسلمون إلى جبال ألب على حدود فرنسا وصرت هناك جمعت قوات من الفرنجة لملاقات المسلمين وجرت هناك معركة فاصلة بين الطرفين في شهر رمضان في عام 1414 هجري 732 ميلادي عرفت هذه المعركة بمعركة بلاط الشهداء عند المسلمين وتورا أو بواتيا عند الفرنجة قائد المسلمين كان في هذه المعركة عبد الرحمن الخافقي وقائد الجيوش الفرنجية شار مارتل الملقب بالمطرقة كان النصر في البداية للمسلمين لكن المسلمين اعتقدوا أن المعركة انتهت فتركوا مواقعهم القتالية فتنبه الفرنجة لذلك الشيء وأخذوا يعيدون تجميع الصفوف وأعادوا الكرة على المسلمين فتم هزيمة المسلمين واستشهد قائد المعركة عبد الرحمن الخافقي وعدد من المسلمين لهذا سميت معركة بلاط الشهداء بهذا الاسم أيضا من نتائج تلك المعركة أنه ترتب على هزيمة المسلمين وضع حد التوسع الإسلامي في أوروبا فلم يحاول المسلمين مجدد أنهم يتوسعوا في القارة الأوروبية أو أنهم يوصلوا إلى القسطنطانية من جهة الغرب منذ أن اتجهت أنظارهم لفتح شمال إفريقيا والأندولستيك بنكون غطينا الدرس الأول من الوحدة الجديدة لهذا الفصل بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا